وأكد رئيس عبدالفتح السيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98% وضف الرئيس السيسي أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة وتزامى الموعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي بما يمثل زخما لمناقشة قضايا المياه على المستوى القري السيدات والسادة تضع مصر المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ارتبط بحاية الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98% ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دؤوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة ترجمة نانسي قنقر